اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية حصول اكثر من ستة فارزة ثلاثة مليون مواطن على التطعيم المضاد لفيروس كورونا بالجرعتين الاولى والثانية وفي مؤشر للإقبال على التطعيم في البلاد تم تطعيم 133 شخصا خلال 24 ساعة هذا وتواصل وزارة الصحة دعوة المواطنين للتوجه الى محطات الفحص المتنقلة لاجراء فحوصات كورونا في ظل التراجع المستمر في معدلات الاصابة اليومية بالفيروس